حبّة كمان نوّح عن حاجة مهمة جداً مع انطلاق الأسبوع السادس النهاردة هتنطلق فعليات الحفل النهائي لمسابقة رالي السيارات الكهربائية في نسختها الخمسة للطلاب الجامعات المصرية ده طبعاً بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية أجنبية أرينا العالمين منطقة اليو أرينا بطبعاً العالمين الجديدة وسط عشر تلاف طالب يكونوا متواجدين الحدث ده بينظموا مهرجان العالمين الجديدة والشركة المتحدة كمؤسس ومنظم للمهرجان وبينفذ وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلم وجامعة عين الشمس وعدد من المنفذين وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وهو النسخة الخمسة منه النسخة طبعاً الخمسة على التوالي والنسخة الأطخم كمان المسابقة بتأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الطلاب على الابتكار وده علشان يكون في تعزيز وتعميق للتصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر تعالوا نشوف ما حضرتكم لقاء مع المهندسة علي حسني رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمسابقات السيارات هي الشركة اللي قامت بتنظيم طبعاً المنافسة طوال الأربع نسخ استبقى بداية من عام 2018 ونرجع لحضرتكم مرة تاني الأجواء طبعاً هنا في العالمين تحفى طبعاً السباق ده النسخة الخمسة ليه السباق ده بدأ سنة 2018 طبعاً السباق تمتلك أكدرية البحث العلمي وزارة البحث العلمي تحت إدارة جمعة عين شمس كلية الهندسة إحنا الحمد لله بننظم معهم السباق ده من أول سنة السباق ده بدأ في 2018 كان أول سباق يتعامل في العاصمة الإدارات جديدة أو أول حدث يتعامل في العاصمة الإدارات جديدة سنة 2018 بعد افتتاح العاصمة نفسه وتعامل في المصر اللي افتتاح المشروع ده مشروع كبير جداً جداً واللي هنشوفه في يوم السباق هو نتيجة لتعب كبير جداً طول السنة من الطلبة لتصنيع السيارات وإنها تفرجنا النهاردة السباق ونبدأ نحكم ونشوف مين أحسن عربية عاملها أحسن جامعة 2018 السباق ده بدأ بـ 9 عربيات السنة اللي بعدها 2019 برضو في العاصمة 15 سيارة وصلنا لـ 20 عربية في أهرامات الجيزة سنة 2020 الشركة الحمد لله عندنا قدرت تدعم المسابقة ونبني تراك جوه أهرامات الجيزة ونقدر نمشي على قوانين البونة جوه الهرم بننا تراك بيتشال ويتحط في 3 أيام وده المرة الوحيدة في حياة أهرامات الجيزة نده حصل بس ده طبعاً تقديراً لحجم المسابقة دي يعتبر أكتر سباق سيارات تكنيكل في مصر فيه كمية تفاصيل غير طبيعية وطبعاً ده بجد اليومين دول رفلكشن ليه مجهود كبير جداً بيتعمل طول السنة مش بس التنظيم السباق طبعاً من الأفعاد المنزيم في حاجات كتير جداً جداً في الكواليس طبعاً عشرين 24 كانت دور على العالمين بعد العاصمة والأهرامات والنهاردة العالمين الأجواء إن شاء الله تبقى كويسة جداً تاني إحنا لازم نشكر أهم ناس في المشروع ده هي الناس اللي شغالة طول السنة النهاردة ده بس زي ما بنقول ده العرض لإيه اللي كان بيحصل طول السنة إنما طول السنة فيه طلبة من نهاردة السنة دي 22 جامعة بيبنوا عربيات مصممة في مصر وفيها هندسة بأيدي مصرية نيسب الاستراد فيها قليلة جداً ودي الحاجة الوحيدة وده الحمد لله التارجت لما بدأنا بتمن جامعات نهاردة وصلين ل22 جامعة من أول جنوب الوادي اللي هاد ندست القارة وعين شمس بالجامعة الألمانية وكل الطلبة دي موجودة فده أهم الناس نشكرها على الموجود بتاعهم إن شاء الله ربنا وفقاهم النهاردة